بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أخي صديقي وزميلي الدكتور معاوي ميراوي محمد الفاضل معالي وزير الصحة والسكان وإصلاح المشتشفيات إطارات وزارة العمل ووزارة الصحة السادة أرباب العمل أسرة الإعلام حضور الكريم يسعدني أولا الترحيب بالجميع في أشغال هذا اللقاء الذي يعني براحة ورفاهية العامل في كنف الأمن والسلام الصحية في أماكن العمل إنه لا من الأهمية بمكان التواجد معكم اليوم في هذه السانحة من أجل مناقشة مناقشة رفقة الفاعلين في عالم الشغل أفضل السبل لتحسين ظروف العمل وضمان رفاهية العمال فإذا كان العمل يعتبر وسيلة لكسب لقمة العيش فهو أيضا وبلا شك يتطلب توفير شروط الرفاهية والازدهار للعمال ذلك أن العمل الذي يشعر بتقدير واحترام الآخرين والرضى في بيئة عمل صحية وآمنة سيكون بالتأكيد أكثر إنتاجية فالحديث فالحديث عن الصحة والرفاهية في العمل لا يتطلب فقط توفير الظروف المادية والاحتياجية الأساسية للعمال بل يستدعي أيضا التركيز على توفير الشروط الملائمة للتوازن النفسي والاجتماعي للعمال في أماكن العمل بعيدا عن الضغوط النفسية والعلاقات المهنية المتوطرة كما يتعين على كل طرف هيئة كانت أو مؤسسة الاستثمار في السلام والصحة كبعد استراتيجي للوقاية من جميع المخاطر التي قد تصيب عمالنا ذلك أن السلام والصحة في العمل يجب أن تكون أولوية كل مؤسسة ضمن برامجها لرفع المردودية والإنتاجية من خلال يد عاملة فعالة ولن يتأتى ذلك إلا من خلال وضع أليات للعمل اللائق والسلام والصحية المهنتين وتفعيل دور الوقاية من المخاطر المهنية في تنظيم سير المؤسسة كوظيفة قائمة بذاتها سيدات وسادة المحترمون إن هدف هذا اليوم وهدفنا المشترك هو رفاهية العامل فمسؤوليتنا نحن في قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي هو إعداد سياسات الوقاية من الأخطار المهنية وتحديد معاييرها وهي أهداف تتقاطع مع رؤيتكم أنتم شركاء الاجتماعيون من خلال دوركم في إطار لجان وهيئات الوقاية من الإختار المهنية وكذا من خلال مساهمتكم في تفعيل آليات الحوار الاجتماعي في تفعيل آليات الحوار الاجتماعي في المؤسسات التي تتكامل مع التطلعات بهيئات الوقاية من خلال خبرتهم في مجال الصحة والأمن وفي هذا المقام أدعو الجميع الهيئات المكلفة بالوقاية من الأخطار المهنية إلى جانب المنظمات النقابية للعمال والمستخدمين ورؤساء المؤسسات الاقتصادية وجميع الفاعلين في هذا المجال للمشاركة في تعزيز الوقاية بشقها التحسيسي وكذا تطوير آليات التصريح بالوسائل التي تشكل خطرا على صحة عاملنا فالعناية بالتكوين الميداني للمؤسسات الاقتصادية في مجال الحماية من المخاطر المهنية وأيضا خطوة ضرورية في سبيل تحسين بيئة العمل وضمان رفاهية العامل أيها السيدات أيها السادة إن قطاعنا ماض في جهود لضمان سلامة العمل إذ لم يتونى أبدا في تعزيز آليات المتابعة والمراقبة وإننا نتطلع إلى تعزيز هذه الجهود في ظل التطور الحاصل في بيئة العمل واستخدام التكنولوجيات الجديدة بشكل موسع حيث وضعنا كل الآنيات القانونية الخاصة بالسبل والوسائل الواجب اعتمادها قصد ضمان أحسن الظروف في مجال الوقاية الصحية والأمن وطب العمل لفائدة العمال كما يشكل كما يشكل القانون رقم 13 المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية 4 23 هي عدم احترام شروط الوقاية من المخاطر المهنية والتصريح بوسائل العمل وعدم احترام القانون المتعلق بالوقاية والسلام ذلك ان التعويض المادي ذلك ان التعويض المادي واعادة التأهيل لا يمكن بأي حال من الاحوال ان يأتي مكان المآسي الانسانية والعائلية والاضرار الجسدية والنفسية التي قد تنجم عن حوادث العمل وعن الامراض المهنية وعليه يتعين بذل المزيد من الجهود من اجل تكييف عالم الشغل مع انماط العمل الجديدة والتطور التكنولوجي وذلك لضمان رفاهية العامل في اماكن العمل وذلك لضمان رفاهية العامل في اماكن العمل وختاما ادعوكم ادعوكم جميعا الى توحيد جهودنا من اجل ضمان بأتعم اللائقة وصحية لجميع اشكر على كرم الاسقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته